في النشاط البرلماني ترأس اليوم رئيسه المجلسية شعب الوطني إبراهيم بوغالي بمقر المجلس لقاء تقييميا لحصلة الدبلوماسية البرلمانية خلال السوداس الثاني من سنة 2021 بحضور مجموعة من الخبراء في المجال إضافة إلى رؤساء الكوتل البرلمانية ورؤساء اللجان بوغالي أكد على أهمية اللقاء الذي من شأنه تعزيز موقفي ودور المؤسسات التشريعية في صنع السياسة الخارجية للبلاد باعتبارها رافضا مهما من روافد الأجهزة الدبلوماسية الحكومية المرام من الجهد الدبلوماسي هو الدفاع عن المصالح العليا للأمة والحفاظ على الأمن والاستقرار وتكريز استقلالية وسيادة قاراتنا ويضعنا هذا الهدف كبرلمانيين أمام مسؤولية مضاعفة الجهد لمواكبة المنحة التصاعدي لأداء سياستنا الخارجية التي يقودها ويقررها السيد الرئيس الجمهورية في إطار السلطات التي يخولها للدستور صراحة والتي تعززت مؤخرا بتعيين ممثلين خاصين يطلعون بمتابعة ومعالجة ملفات محددة لرفع قدرات التحكم في التحديات التي تفرضها المرحلة وتجاوز إكراهاتها ترجمة نانسي قنقر